تحركات مكثفة لقوات الحكومة السورية وجيش الاحتلال التركي شمال غربي سوريا تترجمها شاشة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو وتعكس تصريحات للحكومة السورية وروسيا بضرورة استعادة المنطق المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بتنفيذ قوات الحكومة السورية قصفا صاروخيا على مناطق الافطيرة وكنصفرة وسفوه ومحيط البارة بريف جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وكان المرصد قد أعلن الأربعاء استهداف طائرات حربية روسية قرية السرمانية والأماكن الواقعة بين منطقة القرقور والمحطة الحرارية في منطقة سهل الغاب بريف حمار الشمالي الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات الحكومة على قرية قوفقين والحلوبة بريف إدلب الجنوبي يأتي هذا في وقت يواصل الاحتلال التركي تكثيف تعزيزاته العسكرية شمال غرب سوريا إذ أنشأ ثلاثة نقاط عسكرية جديدة في كل من مرعيان ومعراتة وتفتناز بريف إدلب وذلك بعد ساعات على إنشاء نقطتين في القياسات وبسنقول قرب طريق حلب اللاذقية الدولي إنفور كما دخل رطل عسكري جديد للاحتلال مؤلف من نحو ثلاثين آلية عسكرية إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي ليرتفع عدد الآليات والمدرعات التابعة للاحتلال التي دخلت إلى إدلب منذ وقف إطلاق النار الجديد إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمس وعشرين آلية إضافة لآلاف الجنود